نستكمل مع بعض أمثلة على رسم المنحنيات شوفنا قبل كده مثالين ده المثال الثالث بيقول لي Y تساوي دلة كسرية بسط ومقام كسرات حدود إذا ما قلت لكم أستخدم ست خطوات لكن خلوني مع بعض كده نعمل إيه نجيب المشتقة الأولى Y داش هتساوي المقام تربيع المقام اللي هو X ناقص واحد في مشتقة البسط الواتنين ناقص البسط الواتنين X ناقص واحد في مشتقة اللي هو المقام واحد على المقام التربية اللي هو X ناقص واحد لكل تربيع أصفي كده مع بعض البسط هتديني 2X ناقص 2 ناقص 2X زائد 1 الـ 2X بتروح معنا 2X تفضلك في البسط ناقص 2 ومجاب واحد يبقى ناقص واحد مقسومة على X ناقص واحد لكل تربيع دي لا يمكن تساوي صفر لا يمكن تساوي صفر لكن عند أصفار المقام اللي هي X بتساوي صفر اللي هي غير معرفة أصلا سوري X بتساوي واحد أهي فنشوف على يمين على يمين الواحد هلاقيها سالبة ليه لان لو خدت اكسب اتنين اتنين ناقص واحد بواحد ترباحها بواحد موجب والبسط سالب نفس الكلام هنا هتلاقيها سالبة ليه سالبة لان لو خدت اكسب صفر ناقص واحد بناقص واحد ترباحها بواحد يعني موجب ناقص واحد على واحد تبقى سالب اذا الدالة بتعطي تناقصية في الفترة من سالب من النهاية الواحد وتناقصية في الفترة من واحد الى مال النهاية يبقى الدلة بتاعتك على طول تناقصية طيب يعني ايه بقى الكلام ده يبقى انا ما عنديش لقيم عظمة ولا قيم صغرى لو انا قد المشتقة تانية ويضا بلداش هتساوي اطلع فوق بسالب هيبقى تنين على اكس ناقص واحد الكل تكعيب دي لا يمكن تساوي صفر لكن ايه اللي بيخلي المقام بصفر عند الاكس بتساوي واحد علي منها هتبقى مجابة يبقى تقار لأعلى على يسارها هتبقى سالبة يعني تقار لمين لأسفر ونرجع مع بعض الخطوات اللي قلنا عليهم الست خطوات اول خطوة ان المجال بتاعي هو معدى الواحد يعني ايه الكلام ده يعني لما اجي ارسمها اجي عند الواحد كده وارسم خط متقطع بالشكل كده اقول ان الدلة بتاعت ترسم يمين وشمال هذا الخط لكن لا يمكن تقطع هذا الخط الخطوة التانية اللي هي نقاط التقاطع نقاط التقاطع لو انا حطيت X تساوي 0 ألاقي الواي تساوي حط الـ X بصفر كده تفضلك سالب واحد على سالب واحد اللي يبقى الواي تساوي واحد يبقى انت عندك نقطة التقاطع اللي هي كام اللي هي 0 و 1 0 و 1 يعني مثلا ده كده محور واي يبقى 0 و 1 النقطة بتاعتي ده اللي بدايها هتقطع النقطة اللي قدامنا دي طيب هل الواي ممكن تساوي 0 اه الواي ممكن تساوي 0 إنت تساوي صفر لما يكون البسط يساوي كم بيساوي صفر إنت البسط يساوي صفر لما 2x ناقص 1 تساوي صفر يعني الـx بكام الـx تساوي نص يبقى أنا عندي نقطة نص وصفر يبقى عندي نقطتين تقاطع نقطتين تقاطع لازم منحنات دلل لتدرق مر بهم رقم ثلاثة وهي الاتصال هل يدي لها دي متصلة أي الدللة متصلة على مين بقى على R معدى الواحد ليه الواحد؟ لأنه أصفر المقام يبقى دللت تقاطع متصل على كل محور x معدى عند الواحد وده قلناه من الأول على الخطة ده رقم 4 هل عندي خطوط تقاربية أفقية؟ آه لو أنا خدت limit لما الـx تروح لزيد أو ناقص ما لنهاية لتنين x ناقص 1 على x ناقص 1 هلقى بتسوي كام؟ بتسوي اتنين يبقى ده معناه أن الواي بتسوي اتنين خط تقاربية أفقي يعني ده كده يبقى الاتنين هنا كده فوق خط تقاربية أفقي طيب هل في خطوط تقاربية رأسية؟ آه اللي هي أصفر المقام أن هي الـx تسوي 1 ده خط تقارب رأسي يبقى عندي خط تقارب أفقي وخط تقارب كام؟ رأسي وما ننساش إن أنا جبت المشتقة الأولى والمشتقة الثانية وجبت فترات تزايد وفترات نتناقص والتقاعر الأعلى والتقاعر لأسفل نشوف بقى هتترسم إزاي؟ هعمل إيه؟ أده محور x وده محور مين؟ واشي الخط التقاربية الرأسي عند x بتساوي 1 أهو عمله متقطع عند x بتساوي كام؟ 1 الخط التقاربية الأفقي عند x بتساوي عند y بتساوي كام؟ بتساوي 2 لكن أنا عندي نقطة تقاطع عند 0 و 1 نقطة تقاطع وعند نص و 0 نقطة ايه؟ تقاطع الدلة بتاعتي زي ما شفنا من اللي فاتت ده تناقصية في الفترة دي وتناقصية في الفترة دي الدلة بتاعتي والشهة الأعلى هنا والشهة الأعلى ايه؟ لأسفل هنا طيب زي أفكركم بس طالما ده خط تقاربي يبقى أنا هعمل هنا حاجة بشكل ده كده حاجة بشكل ده كده واشوف هنختار من فيهم نبتدي من أقصى الشمال هنا كده ابتدي بالمنحانة الأعلى ولا منحانة الأسفل? لو لم أ أنا هزيد. يبقى أنا ايه? هزيد. لكن هو بيقول لي اه هو من العلامات اللي فوق او من المشتقة اللي يقول لي نك بتنقص. يبقى ديه عامل فيه ايه? ها? يبقى اللي فوق دي هلغيها. وطلما لغيت اللي فوق يبقى اللي كانت وصادها الناحية التانية ديها هلغيها. طب دي تنزل. بس خليها تنزل و تعدي مين? تعدي تقطع الواحد و تقطع النص. يبقى ديه جاي كده. قطعت الواحد بها وتقطع النص ها? وتقابل مين وتقابل الجزء اللي تحت ده اللي انا كنت ترسمه تبقى كده طب وشّه الاسفل ايوه والشّه الاسفل طب تعرف الجزء بقى اللي بعد الواحد قال هي تناقصية ابتدي باللي فوق دي ولا باللي تحت اللي تحت بتزيد لا يبدأ انا مسح اللي تحت دي خالص وابتدي بلين باللي فوق طب دي لو نزيلت تنزل تقابل مين تنزل تقابل الجزء اللي هناك طيب يبقى طالما اشتغلت فيه يبقى دي خلاص راهت واللي تحت خلاص يبقى ده الشكل بتاعي طب هل الدلد هنا والشهة الأعلى؟ آه والشهة الأعلى آه الدلد في الجزء ده والشهة الأسفل؟ أيوة والشهة الأسفل آه الدلد دي بتنقص وهنا بتنقص أي فيه قيمة وزمة صغره؟ لا ما فيه فيه نقاط تقاطع؟ آه فيه نقاط تقاطع وبالتالي يبقى أنا كده رسمت الدلد بتاعتي اللي هي Y تساوي 2 X مقص 1 على X مقص 1 باستخدام الست خطوات اللي أنا قلتهم قبل كده